السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى تكونوا في صحة جيدة في اليوم فيديو أول في سلسلة فيديوهات الجلبة المغربية وفي هذا الفيديو سوف يرى طريقة أخذ القياس وهو مرحلة مهمة جدا فحاولوا تركزوا معي فأول حاجة إذا كنت تشبر إلى بعض نفسك فضروري توقفي قدم وحد المراية اللي تشبر لك طولة ديالك وكتشوفي في المراية وما كتحني ما كترجع اللور كتوقفي بوحد شكل عمودي ولا كنت تشبر إلى بعض السيدة أخرى فهما شي ضروري توقفي قدم منها غير إما تحني إما ترجع اللور يعني حتى هي توقفي بشكل عمودي وتشوف قبلتها وما تتبعك شبعينيها باش كتشبروا عبارة اللي هي مضبوطة وبالنسبة للمتخ غيبون أو السنتيم ما كان زيروش وما كان رخفوش وكانتأكدوا مزيئ من ذاك الرقم اللي كيبالنا في السنتيم باش كنناخدوا واحد القياسات اللي مضبوطة فكيبا كتشوفوا معي هنا أنا جل أبك أزيد لها عبارات ياخرين باش كاتجي وصلتها واقفة وصورمزور وكاتجي رومية في اللبسة وبالنسبة للأدوات سوف نحتاجو متخ غيبون وكوس كبير شاريط أو سنت أو حزام وورقة وقلم هنا هنجنة غان ناخدو عرض الكاتيف العبارة الأول هنا يوجدوا اللي كانت حددوها بواحد العظم اللي عندنا فوق الكتاف أو لا بطريقة أخرى التقاطع ديال هاد الخط لي كيدوز من وسط الكاتف وهاد الخط لي كيدوز من الراس ديال اليد ديالنا لقطة التقاطع ليه هاديك فكنشدو السنتيم كان ناخدوه الى الرقم واحد وطبعا هاد العبرة كانشبروه في الظهر وكان حدودو كجوج عضام لي عندنا وكان حطو واحد سنتيم الى العضام اللول من الجيهة ديال اليسر والعضام الثاني اللي كان في الجيهة ديال الليمين وضروري كندوزو اللي ادنا تحت العنق يعني ما كان هادهوش سنتيم فهدي رخطأ تهبطوش سنتيم اللي تحت نهائيا دائما ستبدو من ذاك العضام اللي في الجيهة واتدوزو على ذاك الهادة اللي كان في العضام طبعا اللي في الجيهة واتدوزو على الهادة والعضام الثاني اللي في الاخرى وما كانت هادهوش سنتيم اللي تحت من الكتاب فرا كيجيكم لعبار زايد اللا سافي كنجيب وقدينا كنكتبوه اللي هي عرض الكاتف نقينا خفصة وثلاثين سنتيم فبالنسبة لالأهو هاده كلمة مختصرة جاية من لغجوغ ديبول الكبيرة اخديناها من لغجوغ الكلمة اللول الحرف اللول لغجوغ و اخديناها من ايبول حرف اللول في ايبول عندنا ثلاثة دورة دورة ديالسدر دورة دياللطاي اولا ديالخسر دورة ديالباسة اولا ديالحوض فاول حاجة كنشبرو الدورة ديالسدر كناخدو السنتيم على الجهة ديالواحد و كننضورو الجهة ديالضهر على هاد الشكل و السنتيم دائما منظيروه منرخفوه كناخدو السنتيم من جهة ديالواحد كنحطوه جوج ديال السبعين ديالنا كي يجي مورا السنتيم ولو بوس كي يجي قدام السنتيم من هاد الشكل فاردوا البل معايا و كنضورو السنتيم داروري نضوروه على جهة ديالسدر كما كنتشوفو داروري سو يجي ضاير على فوق السدر يعني يجي فوق السدر واحد المسألة اللي تنتبهولها مزيان هدي الخطأ اللي كيتدار بزاف وان السنتيم سكم تأكدو بانه من الظهر جاي قبالتو يعني في الظهر ديالو يعني جاي قبالت السدر من الجهة القدام سافي تأكدو فالخطأ اللي كيتدار و أنا عادي وره لكم وانا كي هبطوا السنتيم من الجهة ديال الظهر وكيدوزوه على السدر من الجهة القدام فهذا خطأ السنتيم كي جاي هابط من الجهة ديال الظهر خطأ او لا أو تاني الخطأ الثاني كي طلعوا السنتيم من الفوق من الجهة ديال الظهر كي طلعوا فهذه تهي خطأ وكيدوزوه على السدر من جهة القدام فالتاني خطأ فضروري تأكدو بان السنتيم يعني الضرة ديالو يعني فلور ديال الظهر يعني جاي قدام ديال السدر بشكل متوازي باش تاخدو عبارات مضبوطة كانش بروستيلو ديالنا وكانمشي بالورقة وكانكتبو فيها الصدر اللي هي تيب بي كي ساوي 22 سنتيم فبنسبة تيب المعنى ديالها هي طوغ دو بواتخين لو كانش ديال الحرف اللوول اللي كانكتب ديال طوغ والحرف الثاني اللي كانكتب نعبرو عنش دو سنتيم اول اللي واحد غالي نعبرو طوغ الدو تاي اللي هي دورة الخاصر يعني البلاصة ديال الحزان فينك نحزمو يعني تكشيطة ديالنا ولا القفطان فغنشبرو دائما سنتيم الرقم واحد غنشبرو جو سبعين غنحطوه مور السنتيم وغالي ندورو بها الطريقة و والسنتيم منظهر اقبالت الجهة ديال القدام و نحزمو الورقة ديالنا نكتبو الخاصر اول الحزام لثمانين سنتيم تاي المعنى تاي بالفرنسية هي توق دو تاي فرش ديال الحرف اللو تاي والحرف الثاني ديال تاي و كتبنا فهذه كتابة مختصرة اللي بغيتو بتو توق الخاصر اول تاي تاي من جهة الظهر و دائما نجو 70 موارا سنتيم و لبوس قدام من جهة الظهر و ضروري سنتيم على الجهة الهونش كما تشاه و تأكدو بانه ضاير على الحوض على البسان و جهة ديال اللو قبلت الجهة ديال القدام دائما و ما تزير و ما ترخف كن نشوف الورقة ديالنا بمعنى تور دو باسا و برنا تاي الحرف اللو ديال تور وب حرف الحرف الدين ديال باسا ولدأ عندنا ثلاث ارتفاع اللو للي يمش مع الض don that other ウ 下 bar ضistant دور ناخدو واحد لدي يجب أن يكون لديكم نقطة تقاطع هذه الخطوطة نضع السنتيم في الرقم 1 نضع الرقم 1 نضع الرقم 2 نضع الرقم 2 نضع الرقم 2 نضع الرقم 2 نضع الرقم 1 نضع الرقم 2 نضع الرقم 2 نضع الرقم 2 نضع الرقم 1 نضع الرقم 2 يجب أن تحديد ضرورة الخسر 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 يجب أن التحديد ضرورة الخسر وهي يجب أن يط نتضع ب lilacay حزم بالطريقة الأولى الوصول بالحزم بالضرع هنا يوجد حوض البداية للعرق يجب أن نزل في الرقم واحد والقياس في جديد الحوض طريقة الأولى نضيفها من الخاصر حتى الحوض التي نضيفها 22 سنتيم طريقة الثانية نضيفها 60 سنتيم لكم اختيار في الطريقة التي جاءتكم سهلة كتابة ارتفاع الحوض أولا نضيفها بمعنى اوتور دوباسا ألغة الاش هي الحرف الأول دي الكلمة الأولى والب هي الحرف الثاني دي الكلمة الثانية فلكم اختيار في طريقة الكتابة فبنسبة للطول لن يوجد حالة فالحالة الأولى إذا كنت بغت تشبري العبر من سيدة أخرى فضروري توقف بشكل عمودي وما تحني القدام لن ترجع اللور وتشوف قدامها والنقطة اللي كانت تمدع لها هي نقطة اللي عنا في أعلى الكتف من الجهة دي العنق أولى نقطة دي التقاطع دي الخط اللي يدوز في منتصف الكتف والدورة دي العنق فهد النقطة هادي كان شدوه سنتيم في الرقم واحد وكان فيكسيوه في هاد النقطة أو كان تبتوه في هاد النقطة وداروه ريخ سنتيم يدوز من فوق سدر داروه ريخ سيدوز من فوق سدر فالخطأ اللي كيتدار أنه كيدوه سنتيم في الجناب فهدا خطأ فالسنتيم دوزوه من فوق سدر وتأكدوا بأنه دايز من فوق سدر وطبعا راه الطولة كتبقى اختيارية كل وحده والدق ديالها كاللي كتبغي جلابات كون قصيرة كاللي كتبغي جلابات كون طويلة فبالنسبة الحالة الثانية إلا كنتينتي بغتش تدي طولة لراسك يعني كتوقفي قدام واحد المرايا اللي كتكون طويلة وكتشوفي في المرايا ما تحليل قدام وما ترجع اللور يعني كتوقفي بواحد الشكل اللي عمودي والطرف دي السنتيم اللي فيه ورقم واحد هو اللي كتوجيه التحت وانتي كتشوفي المرايا كتحددي يعني اللعبات اللي بريتي في الجلابات وكتدوزي السنتيم من فوق سدر وكتشد اللعبات في ذاك الرأس ديال الكاتيف وكنجيو الورقة ديالنا كنكتبو الطول يا مترو وستة وثلاثين سنتيم لانغور توتال اللي هو لانغور توتال اللي هي الحرف اللول ديال كلمة لانغور والتال حرف التاني ديال كلمة طوطال فلكم الاختية في كتابة هذي كتبخة كتابة مقتصرة فكانوا هادوما الابارات المعتادة فأنا زائد هذا الابارات كان ضيف عباراتي آخرين اللي كي يعطيه الجلاب واحد الفصالة رومية وكتجي سيغميزيوخ وكذلك كتجي وقفة في اللبسة فهنايا عدنا الكاردو عدنا الكاردو عرض الصدر وعرض الضهر وكذلك عدنا نخلقه كيفاش كنشبروا هادو العبارات فهنايا عندنا هادو الثنيات هادو اللي كي يجيونا حتى الابط فرا كان حددوهم بدوك العظام اللي عندنا في الرأس الكاتف فكان هبطوه باش كالقوا ذلك التانية كجينا هنا يا لهادو الجيه وثنيات اخرى كجينا لهادو الجيه فهنايا نقوم نقوم بسانتم وانتقوم بتعود الثاني وطبعا كان بشكل ارتفاع يتقوم بانا وسيحتوى التوب فهنايا اللي كنشبه نحتاج إلى نقطة الغدة من الخطف من الأعنق و نضع إليه في إجانبار ، 15 و نصل إلى دقيقة الأوروية يكتب على عرض الصدر 20 سنتيم في الارتفاع ، هناك قد يجب على سهم 15 سنتيم و نكتب بفرنسي كار دau vent كار دau vent كاریور دau vent في كلمة الأولى ، كار و في الكلمة الثانية ، كار دفت و نكتب بطريقة مختصرة نجد المقرجة الى الأمام لنقوم بإضافة المقرجة يتم تأكد المقرجة وضعي المقرجة السيارات اليومية كتابة مختصرة كتابة مختصرة نشاهد هذه الأجلة فكتابة في اللبسة كنت نشاهدها كتابة في الظهر بالنسبة للأجنة بالنسبة للطريقة لتأخذ العبار، نحضرها هنا في الصدر على منتصف في الصدر سنحضر الدخول في نمرة واحد و نضعه في الجهة اليسرية و نضعها في الجهة اليمنى و نقوم برقم يحتوي على السم 20 سم و نفعله تختلف من السيدة إلى سيدة أخرى كان هناك فورقة بين كماشات وكان كتبوه 20 سنتيم فكانوا هدو هما الابارات اللي متعلقين بالدفون و بالدو يعني بالقدام و بالدهر فما زال ما اخذيناش الابار ديالكم وكذلك ديال القب هدو قاني نشوفوهم فيديوهات لاحقة فهد الابارات خيجيوكم كتير راهم يعني مع الممارسة غادي تعتادوا عليهم وغا تولفوهم وغا يجيوكم سهلين فهد طريقة ديال أخذ الابار هي المعتمدة عندي و راها مهمة كما قلت لكم في الفصالة فراء كتجيو الفصالة راقية و البي اسات كيجيو راقيين في اللبسة فلتقدرين تشري التوب اللي هو بسيط غا ما يكونش كيتشنتف ولا كيتسل ولا كيتحبب وتعملوا خياطة اللي بسيطة ولكن بهد طريقة ديال أخذ الابار و بالفصالة كيجي راقي في اللبسة فنتمنى اننا نكون وصلت لكم المعلومات مزيان ونكون بسط لكم فإنما فهمت شي حاجة تبعلي في التعليقات وانتقنا إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله سنخدمه هذه القياسة على التوب مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته